اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هو الله عز وجل وله رسول الله عليه وسلم خير الكلام ما اقل هو ان الله عز وجل هو لغد يشوف وينتقم منه انتقام لا متل لا لا دايا للفوضى يحرق ما يحرق فالكتاب هنا في قلبنا يحرق ما يحرق ويحب ان يحرق الكتاب ليلة نعار هو له شأنه واحنا لأنا ربنا الكتاب له ربه القرآن له ربه وكل انسان في الدنيا له ربه سواء كان مسيحي او كان يهودي او كان مسلم فهو له ربه واحنا تنقول لا اله الا الله محمد رسول الله الله عليه وسلم وانتقام سيكون من عند الله عز وجل لا ننتقم نعلم جميع الاديان السماوية جميع المواتق ديال للحقوق الانسان العالمية كتنص على احترام الاديان والتساموح وانا المسألة هذين ما عجبتني صراحة علاش بالضبط انا لي كنت سأل فيه علاش دائما القرآن هو المحط ديال الحارق علاش مثل الكتب الاخرة ما تحرقوه واش لا يعني واش الاديان الاخرة ما عندهمش غير على الدين ديال ما كان ضنشرات مثلا التورات او الانجيل تحرقارا الناس جميع العالم المسيحي او العالم اليهودي او اسمي تورا ضروري غديديروا رد فعل انت كمغريبي وكا يعني انت اولا كمسلم وكمغريبي شنو العقوبة عقوبة رغي يعقب الله بعد هذا هو اولا وثانيا هذو كل الناس اللي كتبشحوا علينا احنا باحترام الاديان والتساموح واداك شي كنشوفه العكس دولة السويد دولة يعني كدولة انا صراحة كان عارف عليها معلومات ان دولة تحتارم حقوق الانسان وكتحتارم التساموح بالاديان وذلك شي ولكن هذو الفعل هذا هذا خرج هذا ما انا اعتقدش قاعد يكون السويدي هذا عنده شي شي هداف او منغوز من شي جهة معينة يعني باش يمس بالمشاعر خصوصا احنا يالله ده بادوز نعيد الاضحاء باش يمس المشاعر ديال المسلمين وذو الفعل هذا رفع لانا كان اعتبره فعل اجرامي وكيستحق صراحة كيستحق عقوبة هدا اشتركوا في القناة